وفيما اعتبرت مصادر سياسية استهداف مقار تحالفات تقدم والعزم ومحاولة اغتيال قيادي في البارت شرقي بغداد رسالة موجهة لزعيم الطيار الصدري فقد رفض تحالف تقدم والعزم والبارت خيار لي الأذرع باستخدام القوة والاستعداد للرد إذا تأخرت القوات الأمنية عن ملاحقة المجرمين في إشارة إلى تحديد كاميرات المراقبة هويات المنفذين للتفجير وشددوا في بيانات واتصالات على استهجان هذا التحول العبثي لنقل الأمور من نقطة الحوار إلى زاوية المواجهة لتهديد الاستقرار وتنفيذ مخطط الفتنة بدعم معروف الأسباب والأدوات ومن جانبه قال رئيس تحالف العزم خميس الخنجر إنه في الجمعة المباركة يتقرب العباد لله بمزيد من العبادات والنوافل أما أدعياء الدين فيضربون المقارات بالقنابل بلا خوف من الخالق لتظهر حقيقتهم أمام الشعب وهو ما يعتبره متابعون تشخيصا مباشرا للجهات المتورطة بالهجوم الذي لم يسلم منه عدو الديمقراطي الكردستاني مهدي عبد الكريم الفيلي بعد تعرضه لمحاولة اغتيال شرقي بغداد وقصف مقر الحزب بالعاصمة العراقية شكرا للمشاهدة